بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى لما شرع مناسك الحج والعمرة لمن يذهب إلى بيته الحرام أراد سبحانه وتعالى أن ينعم على من لم يذهب إلى بيته الحرام بنعمة وعبادة يقومون بها وهم في أماكلهم حتى يصلوا إلى ثواب عظيم وأجر كبير من الله سبحانه وتعالى فشرع لنا ذكره وأن نكثر من التكبير والتهليل والتسبيح في أيام التشريق الثلاثة هذه الأيام التي فضلها الله سبحانه وتعالى وجعل الصوم فيها لا يقبل من الإنسان فالصوم في أيام التشريق الثلاثة حرام لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه بل شرع الله لنا عبادة جلية نقوم بها في هذه الأيام ألا وهي ذكر الله سبحانه وتعالى فقال سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك هذه الأيام الطيبة المباركة هي الأيام المعدودة واذكر الله في أيام معدودات سماها الله سبحانه وتعالى بأنها الأيام المعدودات عقب تفصيل القرآن الكريم عن مناسك الحج فقال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج إلى أن قال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى وهنا يأتي ربنا سبحانه وتعالى ليبين لنا أن الذكر في هذه الأيام المعدودات القليلة له ثواب عظيم واذكروا الله في أيام معدودات إشارة من الله سبحانه وتعالى أن نكثر من ذكر الله في هذه الأيام فإذا كان من أنعم الله سبحانه وتعالى بالذهاب إلى بيت الله الحرام وقام بآداء هذه المناسك التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنا عبادة قليلة في أقوالها كثيرة في ثوابها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى تكون بهذا العضو الصغير الذي لا يحتاج في تحريكه إلى مشقة شديدة ألا وهي ذكر الله لماذا؟ لأن الذكر يقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى لأن الذكر يجعل القلب مطمئنا لله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى له أجر عظيم ومقام كبير عند الله لماذا؟ لأنه تعلق بقلبه وقالبه وجسده وروحه بالله سبحانه وتعالى مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت هناك أناس هم من الأحياء ولكنهم لا يذكرون الله سبحانه وتعالى أجسادهم تعيش وتقيم بيننا ولكن قلوبهم ابتعدت عن منهج الله وعن ذكر الله مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي الذي أحيى الله قلبه بالذكر لأنه تعلق بالحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى والذي لا يذكر ربه كالإنسان الذي انتقل من هذه الحياة وانقطعت أعماله ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى إشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذكر في هذه الأيام محبوب يقرب العبد من الله وأن الطعام الذي نأكله في أيام الأعياد خاصة في أيام التشريق يستعان به على عبادة الله وعلى ذكر الله وعلى التقرب إليه سبحانه وتعالى وأن الذي يأكل هذا الطعام ويفعل المعاصي يبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن سنة سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم فينبغي علينا أن نكثر في هذه الأيام الطيبة المباركة من ذكر الله بالليل والنهار حتى نصل إلى رضوان الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر